لم يعود يعلم الفلسطينيون في قطاع غزة أين يذهبون، فقد باتت أمواج النزوح تقذف بهم في كل مرة باتجاه لا مستقر له. فبعد يوم من أوامر للجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق شمال القطاع، ها هو يصدر اليوم أوامر جديدة بإخلاء مناطق في الجنوب بحسب وسائل إعلام فلسطينية. المصادر أكدت أن الأوامر هذه المرة شملت إخلاء معظم القرى الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى بلدة القرارة. ميدانياً أيضاً أوضحت مصادر أن القصف الإسرائيلي على مخيم لبريج وسط القطاع عدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين، كما قتل أربعة أشخاص في قصف على تجمع للمدنيين قرب شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات، في حين استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ برج جبريل في مدينة دير البلح. وفي جنوب القطاع أكدت المصادر مقتل فلسطينية في قصف على منزل بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بن سهلة شرق مدينة خان يونس. كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح بقصف استهدف منزلاً وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة. أما شمالاً فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل جنوب حي الصبر والمناطق الشرقية من مدينة غزة، كما شنت غارة على بلدة بيت لاهيا، التي اشتعلت النيران في المناطق الشرقية منها جراء القصف المدفعي. وفي حصيلتها اليومية لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 22 شخصاً وإصابة 77 آخرين، وذلك خلال 24 ساعة فقط. الوزارة أكدت في بيان الخميس مقتل 39,699 شخصاً وإصابة 91,722 آخرين منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.